هي مائدة الإفطار المنظمة بإحدى مطاعم عين الترك على مقربة من شاطئ البحر دقائق فقط قبل آذان المغرب يأتي الفقراء وعابر السبيل إلى هنا قبل ذلك ترفع سيدات المطبخ من وطيرة العمل لتحضير ألذ الأطباق التي تتزين بها عادة موائد العائلات الوهرانية الناس جاءوا من مالي، من نيجر، من ديفوار، من المغرب بغيرها من الأمور يفطروا، شفوا هذه الأجواء والله العظيم قالوا ما عندناش في الدول تعنامية لهذه الأمور هذا كل يدل على الخير في الجزائر يدل على الرجال في الجزائر لكي الخير وكي الإحسان إفطار السائم هذا الرجال في عين الترك في مرتاحة عين الترك أنا نوكله تلتمية تلتمية خمسين واحد والله يجعل ربي يوفقنا هذه العملية الخيرية يتجند لها عشرات المتطوعون لاستقبال الصائمين من مختلف الجنسيات نحن جئين عند أخوتنا الززائرين كينا معهم تنفطروا معهم تطلعوا في نمر نحن مغربة في حال الززائر في حال المغرب نحن أخوت ويجعل البركة نحن أخوت ديما نحن نجي في خدمة عينين ونجي لقوة الناس الذين التركيون كي تطلعوا في نمر كما هو الموضوع الرمضان كلنا الأفريكيين في ناجيري نحن لا يوجد أسفرانس أهم مميز أجواء رمضان لهذا العام بوهران هو كثرة مظاهر التضامن التي تجسدها صور المطاعم الخيرية فضلا عن هذا يتواجد ومن الآن عدد معتبر من السياح بعين الترك لسوم شهر رمضان وتحسبا لقضاء عطلة الصيف بوهران ترجمة نانسي قنقر